هاخدكم لحاجة أنا بحباجة يعني بصراحة وبستمتع يعني من الناس اللي بستمتع جداً أنا لفيت عدد يعني تقريباً معظم محافظات مصر يعني عملاً وحباً يعني فيه جزء منه عملاً وجزء منه كان حباً في إني أعرف كده إنه هو فكرة تعرف بلدك بلدنا جميلة عدتها وتقاليدها جميلة عندنا ترابط وعندنا مش عايزة أقول اختلاف ولكن تنوع تنوع في التراث والعادات والتقاليد فعلى قد ما مصر دي كبيرة على قد ما فيها تنوع أنت نفسك كمصري أحياناً يبهرك وتبقى مبسوط بي يعني تقول الله إيه الجمال ده أنا هاخدكم لحاجة لطيفة جداً هنروح إينا خليني أقولها زي السعيدة ما بيقولوها جنة ولما نروح جنة هنروح حنة بس الحنة مش حنة عروسة حنة عريس فيه كده تقوس خاصة بتتعامل في الصعيد وبتتعامل للعريس ولازم يوم الفرح يكون وسط طبعاً زي أي حنة وسط الأحباب صحيح أنه بيحصل ده كمان للعريس في مصر لكن في جنة الشكل كان مختلف الفيديو اللي انتوا شايفينه ده صوروا مسور طبعاً من القرية سعيدي طبعاً من مركز قوس اتبع لمحافظة إينا وسور مراسم حنة العريس وكانت على أغنية عسل وسكر وطبعاً أجواء بقى من البهجة وحاجات كده جميلة والناس بقى بتحط له الحنة وبتعامله تقوس مختلفة تقوس لطيفة جداً والناس يعني طول الوقت بتحاول تبين التمسك بعداتها وتقاليدها وده شيء على فكرة بديع أن يفضل عندنا كده عدد من العادات والتقاليد الجميلة المختلفة لكل منطقة ولكل محافظة وتبقى كده هي جميلة المصور أحمد زيحية هو اللي حاب يصور ده ويبين طبعاً هم هنا واضح ده أكيد حنة أو حاجات بقى يعني عادات وتقاليدها أنا أحب أعرفها منهم أنا شخصياً بحب كمان في السعيد الرأس بالتحطيب يعني اللي هو ما يعوده بقى يرقصه بالتحطيب ويعمله طبعاً هنا بيرموه في الحنة آآآآ لو يعرف العريس بس يعني ودخل على جواز إن شاء الله تكون جوازها هنية خليني أخد مع المصور أحمد زيحية ونشوف أحمد زيحية صور ده وإيه اللي خليه يصور مساء الخير أستاذ أحمد مساء الخير مساء النور حضرتك يعني أنا شايفة الصور والفيديو إيه اللي خليك أن أنت عايز توثق الحنة دي يعني توثق الصور دي بصي أنا أعوناً يعني مصور كان بالنسبة لي أن أنا أوثق أعادات متفالية عندنا في الصعيد دي حاجة مهمة قوي طبعاً مع خلافة الوقت حالياً بدأت الأعادات دي تندزر وتستفي شوية فكان بالنسبة لي لأ يعني عايز أوثق الحاجة دي عايز تحتفظ بيها عايز تحتفظ بيها آآآآآ بزدف كده يعني حاجات زي مثلاً حنة زي التحطيب زي المرماح عندنا حاجات دي كلها بدأت تختفي مع الوقت فكان لازم أن أنا أتصور كده طبعاً أنا عايز أرجع معك كده مع الصور واحدة وحدة أنا شايفة أنه في حنة حنة حقيقة زي ما بنعمل حنة للعروسة بس الحنة دي رجالي ده مصبوط بس هي على العريس ولا على الجلباب وعلى شعره وعلى إيه الفكرة هنا لا أهو أبصي الغالب المفروض أنه يتحنى تكفي دي بس وكف رجليه بس طبعاً مع وجود صحابه بقى بيحاولوا أن هما يهزروا معاه طبعاً أو أن هما يعني يدخل صرور في قلبه أكثر فستقى بقى مشاحناته وهزار بقى ففي حد بيقوم بخطة إيده ويأمل له بقى كفات خمسة على جلديته صحيح وده تقس معتاد في جينة يعني في جينة أو معتاد بصي هو حضرتك يعني مش كل القرى بتعمل كده هي فيه قرى معينة بتعمل كده وفرضو فيديوات معينة مثل من فيه ناس ما تعملش فيه ناس بتعمل بس يعني الموضوع مش في كل القرى يعني في الصعيد هل مثلاً بيفرق كتير يعني أنت من إينا طيب المحافظات التانية عندهم حاجات مختلفة ولا ممكن تكون محافظة عندها حاجة ثابتة وما بتغيرهاش وفيه محافظات ما عندهاش نفس الشيء لا هي فيه ممكن محافظات عندها نفس الكلام ده يعني مثلاً الكلام ده ممكن تلاقيه في بعض القرى في محافظة بأزر ممكن ما تلاقوش بعض محافظة يعني في بعض المركز ما فيهاش كده يعني هو راجع كمان للعائلات كمان وتمسكها بالعادات والتقاليد يعني آه بالضبط كده حضرت أنا عموماً بشكرك وأي حاجة فيها بهجة وفيها عادات وتقاليد بتبقى جميلة بشكرك جداً المصور أحمد زحيا بشكرك على المداخلة دي هتفضل عاداتنا وتقاليدنا جميلة وبديعة يعني أنا بجد ببقى سعيدة جداً أحب أقرأ الكتب الخاصة عن محافظات مصر عاداتها وتقاليدها في حاجة تقولك كده أنك كل ما تعرف عادات وتقاليد الناس اللي أنت عايش معاهم كلنا عايشين في بلد واحدة بتقرب أكتر وبتفهمهم أكتر وأحب كل أكلات يقولك إيه لا الأكلة دي مثلاً أهل السعيد يعملوها يعملوا مثلاً الكشك غير الكشك السعيدي غير الكشك اللي موجود في مصر يعملوا أكلات معينة الويكة مثلاً السعيد يعملوا حاجات مختلفة فأنت تحس أن أنت بتتشارك كلنا في الآخر بلد واحدة بس فيه مختلف للعادات والتقاليد لكن في النهاية كلنا مصر